صباح الخير يا صباح الخير نوال حكت لنا كثير عنيك وحكت لنا قدي الكيك اللي بتعمليه حلو مثل قلبك مثلك حبيبة قالي صباح الخير يا ايا واسمك حلو ايا في الجمال لان اسم اختي ايا عاربك عام صنعي عشانيك تثرت بالاسم كيفكن شكرا على الاتجابك بدي كنت عم خبرونا للصباح ينحن تخرج من مجرسي سوا انتي اخدتي الطبخ او انك تكوني بهذا المجال منهج لحياتك يعني ممكن ما كملتي بتخصص او جامعة او شي بس كان هذا مهني ومنهج لحياتك خبريني قدش هذا الموضوع كان مناسب وهل فعلا شفتي فيه تحديات او صعوبات أكيد، لأنه بدايتي مع الكيك غريبة قليلاً لأنه صراحة ما كان عندي أبداً أحب للكيك أحبي الأساسي كان للطبخ والحلويات، تعف فبلشت هيك، أنه بس خلص يعني أنه بس عم بطبخ للبيت وهيك يعني ولرفقاتي ولأهلي وبس فخلصت دراسة وصر للظروف ما قدرت أكمل جامعة فهك كيف صار وما بعرف يعني فصار أكثر من الناس يعني أنه هكذا ينصحوني وشركة تملي بزنس وهيك فأنا وقتها أنه فكرت بالموضوع صراحة أول إشي خفت ولكن بعدين تحدثت حالي قال ليش لا، ما رح أخسر شيء فوقت فتحت بزنس فعنجد وقتها أنه حسيت أنه عنجد هتشغل فيه وعنجد أنه الكيك أنه عالم ثاني وعنجد حسيت أني بحبه كثير يمكن آية المواقف الصعبة هي اللي بتخلي الإنسان يحس أو يكتشف شو عنده من مواهب أو شو عنده من القدرات لكن كمان هذا الشي ما بيجي لوحده لازم يكون فيه دعم من العيلة أو دعم من الأصدقاء أهلي دعم الأول أحكي لنا أكتر عن دعم أهلك لألك صراحة يعني أنا وقت أنه ما قدرت هني شجعوني أنه خلاص أنه حاولي أنا شغلت أكتر من شغلي قبل ما قبلش بالكيك فما حسيت حالي جد فيي يعني ما قدرت أنه هيك أبدع فيي أو أغير لأنه أنا من الأساس أطلقون الطبخ هو هيك شغفي يعني كلما أشتغل شغلة أتركة وهيك فبعدين أهلي يعني كانوا هنا شجعوا يشجعوني كتير أنه خلاص افتحي ما رح تندميني ما رح تخسر شي فوتا عن جد هنا يعني اللي يشجعوني وخاصة أمي الله يخلي ليعها الله يخلي بك أكيد مجالة حيهي موجودة معنا طبع أنت بدأتي آية من على الإنترنت مثلا نوقع التواصل الاجتماعي أو فتحتي محل يعني حكينا بدأ قصة نجاحك إزاي طبعا هلأ أن الكلب وقت صار ننسحوني يعني حكولي أنه فتحي بيزنس أونلاين على الإنستجرام فأنا أنه طبرتي فتحت ويعني عن جد ما إجاني زباين أو ما حتشافني أو واحد عارفني كنت بتخافة من هذا الشي فبعد ما فتح يعني قلت بعدين آخر شيء أنه خلاص يعني يعني إذا خسرت شو رح عامل يعني ما رح يخسر شيء عن جد فوقتها فتحت وستنت من ثاني يوم الحمد للعني عن جد من ثاني يوم نزلت صور أنا بس هيك نزلت بس حلويات أنا ما كنت بعرف أعمل كيك من الأساس فنزلت صور فمن ثاني يوم جتني واحدة بعرفها وقالت لي أنه شريك تعملي بالذكر كان أول طلب إلي من سنتين سنبون فوقتها كان هذا أول طلب فعملت لي وكنت خايف أنه من ردة فعلا أنا كيف رح تكون ردة فعلا مركي مع عاجبون مركي مو طيب فوقتها بعت لي وهي كنت طول يوم قاعدة على المبالع بس لنا شو ردة فعلا دا تكون فبعد ما خلص أكل وها وردة فعلا أنه كانت كتير حلوة وكل نوع يعني كانت جامعة رفقاتها نحن ننحكم بقى الصراحة إذا كانت حلوة ولا لا حدوق شو رأيك تجي آيا خلينا نعرف أنت شو محضرت لنا وإذا بدك يعني ساعدك مع أنه مش نصيحة إذا بدك يعني ساعدك خبريني هلا أنت جاعت لنا كيك ونحن أو أنت رحت زيني صح رح أجب لكم الكيكة لهون هاي كيكتنا مبدأين هي رائعة شوف بالمرضة الله رحن زينها بالورد الطبيعي حلو بس آيا ما بعرف أنتو كمان إذا بتشاركوني الرأي يمكن المعضلات الكبرية بعالم الكيكة أنه بكون الشكل الخارجي كتير حلو بس تعالدوا وبتنصدمي بالطعم خبرين أنت كيف بتزبطي هذا الموضوع هذا اللي الصراحة بميزني شوية عن غيري أنه أنا ما بعتمد بس على الشكل لا كتير بنقهر أنا كمان كنت يعني عنجت دايما نشتري كيك ما يعجبنا يا طعمة بس خلص الشكل بتصور وخصت قصة بالزبط فأنا كنت لا متحدي حالي بهذا الشي إنه من الأول إنه بدي وقت مثلا أبعت لشيزبونة مو بس الشكل اللي عجبه عن جد تمدح الطعم وترجعت وطلب مني مرة تانية كان هايني الأساس اللي بدي يا والحمد لاوس يمكن هذا مرات بكون سر النجاح في الزباين أو السوق شو في الطلب المجال اللي أنت مختصة فيه يمكن كمان النوار إنه هلأ صار فيه سوق كبير للكيك صار فيه منافسين كثار صار فيه كيك أرتست كثير يمكن هذا الموضوع كثير بصعب المهمة على الكيك ديزاينر أو الكيك أرتست إنه هي تقدر تبرز بهذا المجال بس تقريباً قد يأخذ منك وقت لأنك تحترفي هذه المهنة أو تحترفي تزيين الكيك بالأول ما كنت أعرف صراحاً يعني أنا بديت وما كنت عارفاني وقال شي عن الكيك قلت لكم بديت بالحلويات أنا كيف بلشت مع الكيك صارت يعني كان بس كنت ناوية بس حلويات خلص ما بدي أبي إلا هيك لأني بس بعرف هذا وبعدين صارت الزباين هي تطلب كيك فأنا أقول لأنه ليش ما أجرب فصرت أتعلم لحالي أنا يعني أبداً ما أأخذ دورات كلها على اليوتيوب برافو أي دائماً بشوف كثير بشوف يعني عن جد اللي بدو يتعلم يشوف كثير انجني لا يعني الكيك بالورد اللي طبيعي مش عارف أبس عارف أان أنا دائماً بفضل أنه كل حاجة كومتدمة ند شخصية كلها يبقى كلها بتتاكل صح في في ورد بنعمل في ورد اللي هو بعجينة السكر det وإلى هلأ في ورد بنعمل بعجينة السكر بصراحة حتى فأنت عارف أنا دى بيتتاكل كمان ب sham أي بأ dai بنعمل رسوغات كثير أسا بس في ناس يعني بيحبوا عجينة السكر بالورد بس اولا بتاخد وقت كده قلتلك وتانيا انا بحس الطبيعي احلى ما اعرف لك طبيعي شكله طبيعي والوان كمان يعني حتى اذا بدي اعمل الوان بعجينة السكر ما بتوصل لهذا اللون صح فانا بحب بس شو احنا مشان انه لانه الورد فيه مواد صح فانا ما بحطه هيك متل ما هو بغلفه منيح مشان ابدا ما ينزل المواد ويكون كله صحيب تمام بس انا متحمسة دوء الكيك السرق انا كمان هاي الكيك بينزعل عليها انك تقسميها وتاكليها هاي خرجة تكون بس منظر تتفرج عليها تتصوري معي مضبوط بس ايا شو هاد الدهبي هاد من اساسيات يعني هيك او اسرار بقولوا انه هيك كل حدا زينته خاصة فيه فانا ورد مثلا اشياء هاي كيوان ورق دهب هاد ورق دهب قابل للاكل طبعا اي فبشرية يعني من اماكن مخصصة بس للاكل فانا بحسه يعني هاي بسمة ايا الخاصة بالكيك انا ايا 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 كيك لازم تلاقي ورق دهب وعفيتها بيعطي جمال كتير كتير طب ايا بتستعيني في بعض الاحيان باكسسورات خارجية مثلا تزيين الكيك لحفلات معينة زي مثلا حفلات الزفاف اعياد الميلاد ربما بنشوفه بيكونوا عاملين مثلا عروسة وعريس او بيكون هافي برث دي مكتوبة بشكل معين او حتى احيان بيحتاجوا الاحجار اي صحيح احسب المناسبة هلا اذا عرس او شي فمن المحل بجيب منه ادوات الاكل بنلاقيه هناك يعني احنا اوقات الورد اوقات التوبر اللي بيكون يعني اللي بنحطفه هلأ جاءت لكم انا مفاجأة شوائي منها من هذا الشي انا شفتها طب ايا بقدر ساعدك بشي خبرين انتي ساعدني عبد ما انا استفسر عن شي هلأ قدين كان بيجيكي طلب ايا على عجينة السكر اكتر من غيرها من الحلويات وش السبب برأيك انه الناس عندهم اقبال كتير على عجينة السكر هلأ كان هلأ قال الحمد الله لان انا صراحة انا اتعامل معها بحسة يعني ما بعرف بحب الكريمة اكتر مو كسهولة كمان هكي يعني ايه طعم حتى مثلا غالبا بحبوا عجينة السكر بشكر ما حدا بيأكلها عن جد فانا ما بحب انه مثلا ينكرب شي من الكيك فلا هيك يعني اهلين بحب عجينة السكر فيك تعملي اصدبي الكريمة اذا استبدلت عجينة السكر في اي مادة تاني بتقدر يتعملي فيها نفس الاشتغالي بتعمليها بعجينة السكر ايه غالبا هلأ الكريمة صارد نعمل فيها ورد الكريمة يتعامل فيها الأشكال تعمل بعجينة السكر؟ يعني لا الورد مثلا الأشياء البسيطة مؤنوع مثلا حيوان صغير دابدو هي دي الميزة بتعمل بعجينة السكر يا مؤخل لا أنا بغلف كيكة بكريمة وات بعمل الأشكال بس بالعجينة فهدول بقدر يحفظون ما يأكلون بس التغليف يعني عارفة لو كنت بتعمليها بكريمة كنت أقول لك روحي اكتبيها براءة اختراع لا لا صعبة من الدرسة شوفي اشترني ضابطين براوحي يعني أنا عم ساهم بالكيك كمان لا اخترتي نواف الصعب شي زربنا قبل مرأة خلاص مزربت قبل ما ارفع عزبتلي شطورة 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 تروح بطبخت مع فيما تقلي عن شغلي ما عارف ولا شي وما عارف عمتلكش مصيبي بالمطبخ لا الله شكل عملت لا لا عادة بغي طيب ريح تتعبي الصف الأمامي كامل ولا ريح تعمليهم بجزاين معين من فوق ريح يكون حلو هياخذ معنا وقت شوي عادي حلو كتير حلو كتير ممكن حتى الخطورة في تثبيت الكيك بذات اعتقد الكيك الأسبنجية مكتوبة سهلة أبدا فيما تثبت كذا دور كذا طبقة حلو كتير تدريب لعمل الكيك اللي بعجينة السكر أو غيرها الحمد لله صاروا تقريبا ثلاثة بنات أخذين عندي دورات فأي انه ليش لا بحس انه من جد صلت بقدر يعني انه يعني انه كنت ولا شي فصلت كتير الحمد لله يعني صال عندي خبرة فانه اي بقدر انه أعلم فأيانه ليش لا انجد فكرة المعهد هاليا بس انتي هالا عم تدريبهم بالبيت صح؟ بالبيت عندي بالبيت صحي طب كيكة مثل هيك زي اني باردينة السكر قد تأخذ منك وقت الكيكة الواحدة؟ كل كيكة عن كيكة بتختلف وقتها يعني مثلا هاي الشغل فيها هلأ كمان الكيك انه شغله مو كامل يعني متقطع مثلا الخبز مثلا بده شي ساعة بعدين ساعة تبريد بعدين بحطه بالبراد ساعة كمان تبريد بعدين ببلش اشتغل فيها بالحشو وهيك فعني الشغل شغل تقريبا شي خمس ساعات بس كمالة يوم كامل تقريبا يعني اذا بس فان تمسك العجينة بس ظبط لهيك انا زباني انه لازم قبل بيومين طلب عشان الاحق تاب واخبار اسعارك ايه بقية عشان منفكر نعمل لاداته نكون لتخليله يعني اسعاري لا انه من الارخاص كتير لا انه عشان تعطي انه استعراب بشكلها ولا انه كتير غالي في ناس كتير بيبالغوا بالاسعار صحيحي انا بشوف اقولولا من طرفنا وارطة تكون خاصة لا لا فعلا والأسعار كتير مناسبة والكيك كتير طيب لأنني أنا مجربي كل أعياد ميلادي كل من ناسباتنا من عند آيا فأنا مجربي فعلاً الطعم كثير طيب والشكل كثير حلو بيكون مو أعلى أنا عم بحكي الحق أنا عم بحكي الحق حلق له هدوق طب آيا كمان شطورة أنت حكينا شطورة في أي كمان تعرفي تعالي مهارة عالية جداً على حلو بس ولا الطبخ كانت شاطرة بالمدرسة مثلاً مصد ما بتعملي كمان مثلاً كمالة الكيك مثلاً بكوب كيك الجانبية أو مثلاً كوكيز أي طبعاً مبلع بعمل كوب كيك بيكون أشكاله متطابقة مع الكيك بعمل بعمل حلويات أوقات الشيز كيك مثلاً نفس ألوان الكيك بعملها يعني قريبة بتكون حالو وكنت عاملة من فترة كيكة الأوالب أوالب طوابق طوابق أحكي لي عن هاي التجربة طيب أدي أخذت معك مثلاً وقت هلأ كيكة الأعراس بدأ شيء أسبوع تقريباً عن جد يعني الحمد لله العراسات بيعرفوا فبطلبوا قبل بشهر فأنا بكون من نظمة وقت بس يعني هي تقريباً أربع طوابق فبيأخذوا أسبوع كامل يوم خبز يوم تبريد يوم كريمة يوم حشو يوم زينة منيحة أنك حكيت بموضوع كاكات الأعراس هل في أفران مخصصة لخبز كاك الأعراس لأنه منشوف أنه كاك الأعراس بيكون حجمه كتير كبير يمكن من الصعب أنه يكون أي فرن منزلي قادر أنه يشيل كاكة العرس هلأ لا بصراحة لا أنا قدرت أنه أعمله بالبيت هلأ كمان كاكة الأعراس أنا كنت أفكر أنه لازم يكون عدة أشخاص تعمل فيها عشان تقدر تطلع تطلع بوقت اي فلا أنا الحمد لله يعني قدرت أعملها لحالي وبخبز البيت يعني والفرن تبع البيت ومطبخي الصغير والحمد لله عملت كاكات عملتي تست عليها من قبل ولا دايرك تبلشت فيها يعني جربت مثلا من قبل تعاملي تقولي يلا أنا رح جرب هلأ أعمل كاكة أعراس بدون طلب لا لا يعني كنت جريئة أجربتك أفوا مرة وأطارب الحمد لله هلأ أنا دايما يعني هيك أنا بقول أنه بشوف شي بحسه صعب ما رح أقدر أعمل وإمكان أو يمكن أنه رح يعزبني فخلص ما بدي بس فبستنى الطلب أوقات عشان أنه خلص وأخذ نغص من عني دائم له وبتحدى حالي والحمد لله دايما من أول مرة بزبوط الحمد لله طبلا أنا أطلب منك الإنستجرام آخر ورد لا أشوف دائما شو إن إستجرامك آية؟ إنستجرام آية كيك آية كيك أخذ فضل مرسي هلأ هاي مفاجأتي الله صباحا صيريا والله الله ممتلكم خاصة هل أنت بتصميمونه أو بمكان؟ لا بطلب الطلب فبس أنه حسب أنا شو بنتي طب حيو ما الواحد ممكن يطلب هيك شي في معامل خاصة تعون الخشب اللي يعني هيك النجارين وهيك فأنا بطلبها من عندن أو في كمان مثلي على أونلاين انستجرام حلوة كتير يا آية بصراحة آية شو رأيك نلفها شوي أكثر أكثر يمكن كمان هذه شطارة من الكيك ديزاينر إنه هي تنس الألوان بطريقة لطيفة يعني ما فيها تكون مثلا عاملة كيك لونه فوشي مثلا وحطة ورد أحمر يمكن بده شوية زوء واختيار صحيح للألوان بالضبط أنا كتير حبة أنا عدة خيارات بتجي للطلب للكيكي مثلا في إنه مثلا لزبون إذا بده تطلب عندها أربع خيارات يا هي مثلا إنه تكون عندها صورة وأنا عاملة مثلا بس أنا لازم أغير شي يعني لمساتي الخاصة يا أنا مثلا هي بتعطيني الفكرة وأنا بصمم كيكة كاملة من فكرتي يا أنا بكون شايفة شو اللي تريند حاليا مثلا على إنستجرام الكيكات اللي هلأ طالها على دارجة فأنا بعمل لها ياها أو بتختار من الكيكات اللي عملتها قبل أنا بسطة جدا من شكل الكيك في الأخير ويا رب يطلع تعمها حلو زي شكلها فأنا متحميسة جدا خلينا نطلع بريك ونيجي نهجم عليكم يلا